بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ كل أمر ومنتهى حاجة الناس إلى رحمة الرحمن الله تبارك وتعالى أرحم بالإنسان من أمه التي حملته في بطنها وقد بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إننا نحتاج إلى رحمة الخالق واجب علينا ألا نفتن بأعمالنا وقد بيّن المصطفى صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام بل ولأمته لا يدخل أحدكم الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله بواسع رحمته أو بفضل من رحمته أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن كان صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة الحصان الرزان يرفع رأسه إلى السماء ويقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك وفي رواية ثبت قلبي على دينك كأنه يدعو ربه تبارك وتعالى أن يرحمه ويحتاج إلى رحمة الملك سبحانه وتعالى ولا يفتد بالعمل ولله در من قال وإني أشتكي لله مني فيا ربي ويا سندي أعني أجرني من هوى نفسي فإني أتوب إليك من طبع التمني ولي طمع بعفو منك عني ومغفرة تجاوز حسن ظني ذكر أحد أهل الله الحديث عن الوقوف على باب الملك لطلب الرحمة ولجلب الرحمة فقال يا رب إنك تقول في كتابك إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وقد ظلمت نفسي وأتيت بحسن بعد سوء فارحمني فإن لم أكن أهلا لذلك فإنك تقول في كتابك العزيز ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فارحمني وإن لم أكن أهلا لذلك فسأبكي على حالي وعلى مصيبتي وأنت تقول في كتابك وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فارحمني إنا لله وإنا إليه راجعون فإن لم أكن أهلا لذلك فسأقف على بابك ولن أبرح الباب وأعلم يا رب أنك أنت الغفور الرحيم وأنك أنت التواب الحكيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إذن علينا أن ندعو الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته وأن يرضينا وأن يرضى عنا فنحن نحتاج إلى رحمة الرحمن الرحيم ناجيه وقل في بدء كلامك بسم الله الرحمن الرحيم واطلب من الله الرحمة وناجيه باسمه الرحيم وقل يا رحمن يا رحيم ارحمني أنت أهل للرحمة أرسل حبيبه صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين كل ما سوى الله من الملائكة والإنس والجن والحجر والشجر والكائنات والمخلوقات جاء رحمة لها وكان رحيما بها إننا نحتاج إلى أن نتراحم نحتاج إلى فهم الآية الكريمة رحماء بينهم الله سبحانه وتعالى خلقنا برحمته وأعطانا ومنحنا ورزقنا وإذا ابتلانا لا يبتلينا ليعذبنا وإنما يبتلينا ليرحمنا فعلينا أن نتعرض لنفحات الله ولرحمة الله وأن نستجلب الرحمة لا سيما في الأشهر الحرم وفي أيام الخير وفي أيام النفحات قال المصطفى صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته عسى أن يصيب أحدكم منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا أخى الإيمان والإسلام إنك إذا تعرضت لنفحة من رحمات الله وأصابتك هذه النفحة دخلت الجنة بإذن المولى تبارك وتعالى واسهل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق وكان رحيما بنفسه بل كان رحيما بالجمادات وبالحيوانات ونحتاج في زماننا مع تغير الزمن وقسوة القلوب وزيادة الأموال وكثرة البحث عن أن نهشف الأعراض وما إلى غير ذلك أن نتراحم وأن يكون هناك ود وأن تكون هناك صلة بيننا وبين بعضنا البعض من واقع الدين أعني علي فإني عدوي وأنت عليم بكل الخطايا يا خالق الروح إن الروح متعبة فمن إلهي على المكلوم بالفرج اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم